السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى اسهل النهاردة ان شاء الله الفيديو خاص بقسم النصاح البيترية مهم جدا ان شاء الله ومفيد جدا للناس اللي بتربي الحمام طبعا كلنا عارفين ان احنا بنربي الحمام اساسا بغرض الانتاج يعني انا عندي مثلا انا عندي جزين حمام انا عايزهم ينتجوا يكتروا كل الجزين يطلعوا هسيبهم هيكتروا المهم هكتر القطيع بتاعي ويبقى الاساس في الحمام او تربيته هو الانتاج طيب لو الحمام بتاعي بقى ما بينتجش كويس انا دلوقتي عايزة اوريكو بس دي زغليل زي ما انتو شايفين بصوا الحالة الصحية لها الممتازة اولا الزغليل حجمها كبير زي ما انتو شايفين ده ريش هطلع كامل بس هي لسه ما طرتش يعني هي كده خلاص فاضل لها يوم كمان وهتطير فانا بوريكو دلوقتي شكلها دي عبارة عن جزين من الحمام كل جوز اخوات يعني كل بطين طلعين سوا اللي اتنين القسوة ده زي مع بعض والاتنين البني دول مع بعض فعايز اقول لكو بقى ان انتو لو انتو بتربوا الحمام مهم جدا تعرفوا حاجات عشان تنتجوا كويس في مشكلة كبيرة بتواجه ناس كتير سألوني قالولي ان الحمام بينتج بيضة واحدة بس وفي ناس تانية سألوني قالولي ان الحمام بينتج بطين وبعد الفقس بيموت الزغليل يعني بعد ما بيفقس بيموت الزغليل وما بتجبرش وفي الحالة دي هنعمل ايه؟ فطبعا كل حاجة لها علاج وكل حاجة لها اساس احنا دلوقتي بنتكلم عن تربية الحمام يبقى لازم نقول حاجات اساسية ومهمة جدا في الحمام وهي الاول التغذية تحسينات تحسينات دورية دي علشان حاجة مهمة جدا ان انا متعرضش للامراض اللي بتسبب الحاجات اللي احنا بنشتكي منها فانا هقولكو على خطوط عريضة تمشوا عليها ان شاء الله علشان الحمام بتاعكو تربوه كويس جدا ويطلع معاكو نتيجة ممتازة جدا وفي نفس الوقت تكسبو من الانتاج ان انتو دايما الحمام بيبيت بطين وبيطلع بيفقس الاتنين وفي نفس الوقت بيكبرو طيب المشكلة دي هنعليجها ازاي؟ يعني انا مثلا عندي حمام وفقس بيضة واحدة وما فقسش بطين دي يا جماعة قلة خصوبة في الحمام واحنا مهم جدا نديله حاجة اسمها سنائي فوسفات السوديوم مهمة جدا جدا وكمان اللي هو البيورتوكوفيت اللي هو الفيتامين اي وسيلينيوم مهم جدا جدا علشان الخصوبة يبقى انا عندي حاجتين حاجتين اساسيين لازم اديهم للحمام اثناء فترة الانتاج اللي انا بقوله ده بيعمل ايه؟ اولا سنائي فوسفات السوديوم علشان البيض نفسه يبقى كتير يعني ما تبطش بيضة واحدة تبط بطين الحاجة التانية الزغليل بتطلع ليه ضعيفة من البيض وليه احيانا بتبقى بيضة واحدة البيضة واحدة دي قلة سنائي فوسفات السوديوم عند الحمام وكمان الانتاج الواحد ده بيبقى قلة خصوبة انا عايز اقول لكم البيورتوكوفيت ده باسمه فيتامين اي وسيلينيوم ده مهم جدا علشان الخصوبة انا بديه على طول في مية الشرب للحمام لازم يشرب منه على طول وحتى لو ازغليل تشرب منه عادي وكل القطيع اللي عندي يشرب منه بحيث ان انا دايما اديهم الفيتامين اللازم ليهم علشان الانتاج الحاجة التانية السنائي فوسفات السوديوم ده موجود عندي في مستحضرات كتير يعني في مستحضر اسمه سنائي فوسفات السوديوم وفي مستحضرات تانية كتير بتحتوي على سنائي فوسفات السوديوم زي مثلا حاجة اسمها بانش البانش ده اعبارة عن مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح والحاجات دي موجود فيه سنائي فصفات السوديوم بس تعمله طبعا للحمام بمقدار نص معلقة شاي على لتر المية كل ما حط للحمام مية احط لسنائي فصفات السوديوم ده او البانش كده انا بحل مشكلة الانتاج نفسه يعني انا عندي الحمام هينتج يبقى لازم ينتج اتنين ولازم يفقسه ولازم بعد الفقس يعيشه فده مهم جدا للحمام دي الحاجة الاولى الحاجة التانية علشان ما تعرضش لأي مشاكل عندي لازم اعمل بصفة دورية قدي للحمام شربة ببرازين اسمها ببرازين دي شربة للديدان لان الديدان اساسا بتأثر على انتاج الحمام اولا بتخلي جسمه هزيل ونحيل ومش قوي وفي نفس الوقت الانتاج بتاعه بيبقى ضعيف وممكن يعطل الانتاج كمان يبقى انا قدي الببرازين دي شربة للديدان بعمل ايه للشربة دي بعطش الاول للحمام يعني مثلا بشيل المية من قدامه فترة مثلا نص يوم كده وبعدين ابدأ احط نص كيس الببرازين ده يعني نص كيس حوالي اربع معالق منه بحطه على اربعة لتر مية وبسيبه قدامه يشرب طول الفترة اللي باقية من اليوم وبعدين تاني يوم نفس القصة بعطشه وبحط النص التاني من الكيس ويشرب النص الباقي الكيس التاني بنفس الطريقة اللي انا قلتها لكم الطريقة دي لان انا بقضي على الديدان او بخلي فيه وقاية من الديدان فالحمام بتاعي يبقى القطيع بتاعي نظيف وما عندوش اي طفيليات فيبدأ يبقى معايا كويس جدا فيه شكوى كبيرة ومهمة جدا للناس اللي بتربي الحمام وهي الحشرات اللي بتبقى في الحمام من برا من عريش الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا علاجها علشان برضو هي بتتطفل على الحمام وبتقدل ضعفه وهزاله وفي نفس الوقت يبقى انتاجه قليل ويبقى انا بأكله على الفوضي ما يلوش اي لازمة فانا دلوقتي بعمل ايه الطفيليات الخارجية دي في منها انواع انا فيه حاجة اسمها الفاش انتو عارفين الفاش ده اساسي في الحمام لما يبقى الحمام مش متنظف له كويس بيجيله الفاش ده والحاجة التانية فيه حشرة كده اسمها الزبابة كده بتبقى موجودة في الحمام برضو لو المكان بتاعه مش متنظف ولو جات الحشرات دي محتاجة مكافحة مش هتمشي من نفسها لازمة كافحة طب هكافحة ازاي اول حاجة من المكافحة هي الوقاية الاول اللي هو التنظيف الدوري تحت الحمام والزغليل بشيل طبعا كل الطبقة اللي تحتيهم بنظفها بحط عش جديد وبحط قش جديد وبخلي دايما المكان نظيف تحتهم بصفة دورية ولو اسبوعيا بحيث ان انا احافظ ان ما فيش حشرات تتكون عندي طيب افرد ان انا مثلا لو قدر الله جالي الحشرات دي من اي حاجة برا يعني مثلا اي حمام بيتربى برا اي حاجة من دي وبعدين طار عندي وبدأ يدخل في الحمام اللي موجود هنا وبدأ ينتشر وكلام من ده ما هو وباء يعني بقى انتشار سريع للحشرات وبتبقى حاجة مش كويسة طبعا ايه بقى اللي بعمل ايه انا بمسك الحمامة نفسها انا عندي حاجة اسمها بوتيكس البوتيكس ده البوتيكس ده عبارة عن ازازة 10 ملي صغيرة كده ورخيصة ب6 جنيه الازازة بس الازازة دي بحطها على 10 لتر مية وبغطس فيها الحمامة نفسها بمسك الحمامة من تحت جناحينها كده وبغطس رجلين الحمامة وديل الحمامة وجسمها وبحاول من تحت الجناحات يطولها المية اللي بالبوتيكس ده بس يتاخدوا بالكم هو ما يشربش بس منها يعني عشان هو سام فما يشربش منها لكن على الريش من كل ناحية بغطس الحمامة والطول البوتيكس ده اللي هو محلول على 10 لتر مية كل افراد القطيع بتاعي بحطها في البوتيكس ده سواء كبيرة او زغاليل برضو زي ما انتم شايفين كده او اي حاجة بقضي تماما على الفاش وعلى الحشرات وعلى الزباب اللي بيبقى موجود فيه ده والكلام ده كله طيب انا بقى عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا فيه كمان طريقة علاج مهمة جدا للحمام لعلاج الحشرات الخارجية ومش البوتيكس اللي انا قلت عليه طب ايه هو فيه حاجة اسمها ايفو ماك ايفو ماك ده اصلا بنقضي به على التفايليات بتاعة الحيوانات الكبيرة اللي هي الاغنام والحاجات دي طب انا بستعمله هنا في الحمام ازاي بحط سانتي بحط في السرنجة بسحب من الايفو ماك ده وبحط نقطة منه على جلد الرقبة من وراء بصوا الحمامة كده راسها من وراء بيبقى فيه اللي هو الشعر اللي راسها من وراء ده بفرقه كده وبحط بالسرنجة نقطة واحدة من ايفو ماك على الجلد بتاع الحمامة من وراء على كل حمامة بمسكها بعمل لها نقطة واحدة بس دي بتقضي تماما على الحشرات من غير بقى ما استعمل البوتيكس ومن غير اي حاجة دي عبارة عن مقاومة او مكافحة للحشرات الخارجية اللي موجودة في الحمام اظن ما فيش هسل من كده عندكم طريقتين اللي ينسبوا طريقة يستخدمها في القضاء على الحشرات اللي في الحمام وطبعا لما بقضي على الحشرات برجع لنفس الهدف الاساسي للفيديو بتاعي ان انا بعمل ايه عايز ازود الانتاج فعايز احسن القطيع فعايز يبقى صحته كويسة ويبقى نظيف وما فيش طفاليات داخلية او خارجية ففي النفس الوقت يبيت كويس وبانتظام ويفئس كويس تمام كده يبقى انا كده قلتلكو هتستعملوا ايه للقضاء على الحشرات الخارجية هتستعملوا ايه للقضاء على الحشرات الداخلية اللي هي الديدان وهتستعملوا ايه علشان تأول بيض وتزودوا خصوبة الحمام الاساسي بقى في تربية الحمام لكل الناس عموما ان انتي لازم الحمام بتاعك ياكل خلطة متوازنة من العلف او الاكل اللي هيكله في حاجة اسمها خلطة حمام بتتباع جاهزة كده على بعضها دي ممتازة جدا جدا عشان تأكل الحمام اكل متوازن وكمان الزغليل وكله بيأكل منه وهي عبارة عن فول وعبارة عن درع ويجة وغلة وكمان زي ما يكون كده بيبقى فيها بسلة نشفة فيها عطس فيها علف خشن علف اللي هو 21% بروتين ده بيبقى موجود فيه برضو يعني انتي لو عايزة تعمل الخلطة في بيتك هاتي من كل حاجة من الحاجات دي كمية وخلطيهم على بعض بس طبعا الكمية الكبيرة هتكون للغلة وللعلف الخشن والدرع العويجة اما بقى الاضافات انك عايزة تحطي فول وعايزة تحطي عدس وعايزة تحطي بسلة النشفة دي كلها كلام بتحطيه كده مش كتير كده انا عندي الخلطة المتوازنة للاكل الحمام يبقى انا برضو بغزي الحمام تغذية سليمة وما تتنزليش عن الخلطة دي ان شاء الله يعني نتيجتها كويسة جدا لو انتي مش عندك ومش في استطاعتك تجيبيها او مش انتي مش عارفاها يبقى ما تستغنيش خالص عن الثلاث حاجات اللي هؤلهم لك دول الغلة الدرة العواجة العلف الخشن مهمين جدا للحمام غير كده بقى في حاجة اسمها كوكسيديا ده نوع من الاسهالات بتيجي لجميع الطيور بتيجي على فترات لما يكون برضو الارض مبلولة تحتهم او مثلا يعني اي اتأخرت عليهم في انتي تغيري الفرشة اي حاجة من دي في حاجة اسمها كوكسيديا دي دايما بتيجي للحاجات دي وهي بتبقى في الامعاء بتاعتهم فانا لازم اكافحها بصفة دورية وليكن يعني كل شهر مرة بالنسبة للحمام طبعا في اسمها كتير بتظهر للحمام في اسمها الابيض واسمها الاخضر وفي حاجات تانية كتير دي خاصة بالحالة المراضية ليهم ساعدتها يعني خدوا برد مثلا اي حاجة من الحاجات دي كلوا حاجة ملوسة حاجة فيها رطوبة حاجة مش كده دي الحاجات دي لكن الاسمها للبني البني اللي هو بعد كده بيبقى يكون مدمم ده بيبقى علاجه الكوكسيديا اجيب له كوكسيكيور وحطه على المياه كل شهر مرة كده بقى انا بقي الحمام بتاعي من الكوكسيديا انا كده قلت لكم معلومات مهمة جدا عن تربية الحمام اتمنى طبعا الفيديو بتاعي يعجبكو عايزاكوا بقى تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ولايك للفيديو عشان دايما يوصلكم مني كل جديد واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ونصيحة جديدة من النصيح البيترية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة